بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين اخبار جديدة محدش سمع عنها في نظام التعليم الجديد طبعا كشف الدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم الفني عن تفاصيل نظام السنوي الجديد والمقرر تطبيقه على الدفعة اللي هي في الصف الاول السنوي الحالية وقال في تصريحات له عبر برنامج المواجهة المزاع على فضائية اكسترا نيوز ان الطالب في المرحلة السنوية سوف يدرس عربي انجليزي وسيتاح له الاختيار من مجموعة المواد العلمية يعني هيبقى كده خلي بالك معايا اللغات الاساسية لغة عربية ولغة انجليزية دول لغات الاساسية تمام هنعمل الاقسام دي العلوم والتكنولوجيا طبعا علوم والتكنولوجيا هيدرس بقى المجموعة الاولى علوم هيبقى فيها كيمياء وفيزياء وبيولوجي وعلوم بيئية عشان الخط مش بين اول وانتوا ايه حاولوا تركزوا المجموعة الاولى علوم هيبقى كيمياء وفيزياء وبيولوجي وعلوم بيئية طب والمجموعة التانية الرياضيات هتبقى رياضة واحد ورياضة اثنين ورياضة ثلاثة تمام رياضة واحد ورياضة اثنين ورياضة ثلاثة طيب هم بقى كلا المجموعتين هيدرسوا ايه هيدرسوا لغة برمجة وتكنولوجيا التصميم وتكنولوجيا الروبوت اللي هو الانسان الآلي تمام؟ واوضح وزير التربية والتعليم انه سيتاح للطالب ايضا الاختيار من مواد العلوم الانسانية التي تشمل جغرافيا وتاريخ وعلم نفس وعلم اقتصاد وتنمية وعلاقات دولية ولغة اجنبية وكمان اللغة الاجنبية الثانية اللي هي الفرنساوي يعني تمام؟ طيب وسيتاح للطالب ايضا اختيار من مواد الفنون والتي تشمل تربية فنية وتربية موسيقية وتربية مصرحية واعلام تمام؟ كما اكد سيادته انه سيتاح للطالب الاختيار من مواد التربية الشخصية والاجتماعية والتي تضم التربية الدينية والتربية البدنية والصحية والتربية المهنية والاقتصاد والعلوم التطبيقية والاقتصاد والعلوم التطبيقية تمام طيب طبعا هيبقى عندك زراعي واصناعي وتجاري وفندقي تمام طيب وأشار إلى أنه في الصف الأول الثانوي سيدرس الطالب اللغتين العربية والإنجليزية كما تكلمنا بالإضافة إلى رياضة واحد رياضة واحد يعني رياضة واحد اللي هي دي العادية دي ثم يختار الطالب مادة واحدة من العلوم أو التكنولوجيا هيختار مادة واحدة من العلوم أو التكنولوجيا مادة واحدة ركز معايا من العلوم أو التكنولوجيا ومادة من العلوم الإنسانية ومادة من الفنون بالإضافة لمادة التربية الدينية والتربية البدنية ومادة من العلوم الإنسانية طبعا إحنا قلناها دي مواد أخرى وتربية شخصية واجتماعية وحاجات زي لتحت دي طيب ده فقولة سنوي هقول نظام فقولة سنوي تاني ولا تفهم هقوله تاني الطالب بتعصف فقولة سنوي لازم يدرس اللغتين الأساسيتين عربي وانجليزي بعد كده رياضة واحد لازم ده إجباري بعد كده يختار واحدة من العلوم والتكنولوجيا ويختار واحدة من العلوم الإنسانية ويختار واحدة من مادة الفنون ومادة التربية الدينية والتربية البدنية دي لازم ايه والصحية بالإضافة إلى مواد أخرى يعني ايه حاجات لازم ياخدها تمام طيب وأضافة بقى أن طالب الصف الثاني السنوي أن أنت لما تروح تانية سنوي في النظام الجديد ده هتدرس ايه هتدرس العربي والانجليزي برضه يعني الصف الأول السنوي هو اللغة عربية لغة انجليزية يختار المتعلم مادة واحدة من العلوم أو التكنولوجيا والرياضة سابت ثم يختار مادة واحدة من العلوم أو التكنولوجيا نفس النظام تمام وبرضه يختار مادة من العلوم الإنسانية وبرضه يختار مادة من الفنون وبرضه ياخد التربية الدينية والتربية البيئية والصحية وهكذا تمام طيب طيب من مواد التربية صف في الثالث السنوي بقى في الثالث السنوي إنجليزي وعربي سابت معاك يختار المتعلم مادتين من المجال مادتين من المجال اللي هو مجال العلوم والتكنولوجيا بعينه تمام واختيار برضه مادة من العلوم الانسانية. وبرضو يختار مادة من الفنون. وفي نفس الوقت اه ياخد برضو التربية الدينية والتربية الصحية البيئية. تمام? اه دي المعلومات اللي اه محدش اه تكلم عنها يعني اه بس هتظهر لكم علشان تضبطوا نفسكم وتشوفوا نفسكم هتمشوا ازاي? هو ده الجدول اللي صرح عنه اه سيادة الوزير زي ما قلتلكم بناء على اه الحوار اللي كان مع اه قناة اه نيوز اه على الفضاء هو ده كان كل الاخبار الجديدة اللي انا سمعتها وجبتلكم عنها اه اخبار اه بالتوفيق للجميع ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وما تخافوش مش عايز الناس تقلق زي كالعادة احنا اه لسه برضو هنعرف الدنيا ماشية ازاي بس هي دي المعلومات الجديدة اللي اه لسه محدش اخد بالو منها اه ما تنسوش الاعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.